في مواجهة أخرى تأهل المنتخب المغربي إلى نهاء المنافسة العربية بعد فوزه في نصف نهائي على حساب منتخب اليمن بهدفين دون رد سجلهما المنتخب المغربي في العشر دقائق للأخيرة عن طريق اللعب معاذ بكيزان فيما ضعف زميله سعيد الرافع النتيجة في الوقت بدل الضائع ليضرب أسود الأطلس موعدا في النهائي مع المنتخب الوطني الجزائري فعلا أول شي راس وعداء إن شاء الله أنه مقام في الجزائر طال زدنا ثلاثة أيام إضافية صراحة الوليدات يعني استهلوا صراحة على المجهود لأنه مش بالسهل أنك تلعب خمسة مباريات في واحد الضرف زماني قصير ومباراة تكون جميلة لأن الفريقين فريقين ممتازين يعني ستيل دوجو أيضا متقارب الإمكانيات البدنية متقاربة المورفولوجية متقاربة فتنظر أن المباراة تخرج بواحد شكل جيد لأن هذه اللعبين لا يعرفوا شي يكالكيوليو تعطيوا لماكسيموم في الفلوتيران وتنتمنوا أن صراحة الفينال تكون يعني تتواج إلى هذا التنظيم الجيد ونجح هذا البطول إن شاء الله الحمد لله كن حنا فرحاني بتقاول دياننا ضد خصم الصعب لأول إياما كنت مننا وليت شوفيق إن شاء الله في الماتشات اللي جيين كنشوفه داب حنا في المقابلة اللي جي كنت مننا وضد خصم اللي قوي تقاول جزائر كنت مننا ونحقوا اللقاب والحمد لله لكل حال كنا سيئة الحظ من بداية البطولة تحصلنا على فرص صريحة أكثر من مباراة لكن للأسف ما كانش في ترقبة لهذه الفرص لعبنا أمام فريق والفريق بدل إقهاد البدني يعني على اللاعبين كنا نعاني من إصابات ترجمة نانسي قنقر